بعد عام من مقتل ابنها إثر غارة للتحالف الدولي على محافظة الرقة في سوريا تستذكر نيكول بني يحيى بريطانية الجنسية بألم رحيل ابنها ابن التسعة عشر ربيعا بعد انضمامه لتنظيم داعش عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما دفعها إلى إنشاء مؤسسة صغيرة لتوعية العائلات البريطانية بكيفية التعامل مع أبنائهم عن طريق نشر قصتها تلقيت اتصال هاتفيا من ابني وعندما سألته عن مكانه أجاب أنه في الرقة وعندما أكد لي ذلك أدركت أنه التحق بداعش كوني مستشارة نفسية أسست عائلات من أجل الحياة وهي منظمة غير حكومية لتواصل العائلات فيما بينها خاصة في مرحلة مبكرة من ظهور إشارات تدل على سلوك متطرف لدى أبنائها ومثلها كارولينا الدنماركية الجنسية والتي جاءت إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر نساء على خط المواجهة فقدت هي الأخرى ابنها قبل عامين بعد أن انضم إلى تنظيم داعش ومقتله في الرقة ما دفعها أيضا لإنشاء موقع الكتروني لمؤسسة معنية بتوعية العائلات هناك ابني لوكاس هرب من المنزل بعمر الثامنة عشر وغادر إلى تركيا حيث بقي هناك أربعة أشهر ثم عبر الحدود لينضم إلى داعش ثمانون بالمئة من وقت مخصص للتواصل مع المراكز الحدودية لبحث إمكانية وقف الأبناء الهربين من منازل دويهم والذين يحاولون مغادرة البلاد باتجاه سوريا أو العراق وبهدف تدليل التحديات التي تواجه المرأة العربية والأجنبية في الظروف الراهنة أطلقت ناشطات المؤتمر نساء على خط المواجهة من أجل مناقشة حقوق المرأة وما تعانيه بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة هنا انتقلنا من المسيحية إلى ديانة الإسلامية ليس فقط عن قناعة دينية وإنما لأنه تم الاتصال بهم من خلال قنوات الاتصال الحديث ونيو ميديا وجندوهم للذهاب إلى الحرب معهم هنا التوعية تكون من خلال الأويرنس من خلال أنه ماذا يجب أن يحصل لكي نتجنب النقعة في المحذور شهادات واقعية عديدة أطلقت على هامش مؤتمر النساء على خط المواجهة تروي قصص حقيقية عن أمهات وقع أبنائهن في فخ التطرف تسعين في الملتقى لنشر ثقافة الاعتدال الديني والتعريف بدور العائلة في الحفاظ على الأبناء حيدر العبدالي الحرة عمان